السلام عليكم. نهاردة هنتكلم عن التلاجة وهنتكلم عن عطل آآ شائع بشكل كبير جدا وهو يمكن ان اكتر الاسباب اللي بتخلي المطور او التلاجة آآ توقف عن التبريد بشكل كامل حتى انه بعض الفنيين للأسف لما بيروح بيقول انه آآ المطور في مشكلة للأسف بعض الفنيين ممكن آآ يغيروا آآ مطور علشان خاطر العطل ده هنواريكو ازاي نصلحه بكل بساطة حتى من غير ما نحتاج آآ نغير حاجة او نشتري اي حاجة آآ من بره نتكلم النهاردة ببساطة عن حاجة اسمها الرلي ده عشان نقول لكم ووظفته وحنقول لكم على طريق تعامل آآ التلاجة او بتاع التلاجة طبعا آآ زي ما انتم عارفين او آآ اخواتنا الفنيين عارفين انه اللي هو تلت اطراف كهربا ده اللي هو المشترك ده دخل له كهربا بشكل مستمر يعني بياخد آآ طرف من الطرفين اللي داخلين آآ المنتين وعشرين والطرف آآ الثاني بيخش على الرلي اللي خدامك ده يعني بيخش على طرف اللي انتم شايفينه catalyst Chancellor وبعد كده آآ ده متوزع او ط gap أخرجه منه آآ طرفين الطرفين دول بيخشو علي start والrunning الطرف المباشر ده بيخش عليerald running وفيه الطرف الثاني بيبقى داخل على start طبعا الستارت ده من اسمه هو مجرد بداية يعني بيبقى عامل زي دفعة بمجرد ما المتور بيقوم هو بيبقى دوره بس انه بيدي دفعة للكمبروسور او المتور علشان يبدأ او يشتغل او يقوم زي ما بيقوله بمجرد الكمبروسور او المتور ده ما بيشتغل هو خلاص دوره انتهى اللي هو الستارت ده وبيقف او بيبقى خلاص ما بيدخلش كهراءة للكمبروسور وبيفضل الكهراء الموتور او الكمبيرسور شغال بس بالطرفين بتوع الـ running والcomment طب ازاي بيشتغل الرلي بالشكل ده الرلي ده عبارة عن جزء من جوة معدني احنا اروه لكم دلوقتي بيوصل في حالة لما بيكون بارد يعني في حالة البرودة يعني دلوقتي احنا انا لو وصلت الرلي بالشكل ده كده هيشغل الموتور ومجرد الموتور ما بيسخن او الصدفة دي اللي هي داخل الرلي دي ما بتسخن بخلاص بتفصل الكهرباء فبيبدأ الطرف ده بس اللي اشتغل والطرف التاني ده بيفصل مع السخون طيب لو الصدفة او الجزء اللي جوة الرلي ده تكسر زي ما هنواريكم دلوقتي يعني دلوقتي طلعت الرلي ده من التلاجة وهزيته بايدي كده فبسمع صوت شخشفة صوت شخشفة معناها انه الرلي ده مكسور كل اللي انا هعمله وحفك الرلي ده وبساطة كده وبعدين افتح الرلي زي ما انتو شايفين كده ده شكل الرلي من الداخل دي الصدفة اللي انا هقصدها خرقها شانا هوريها لكم زي ما انتو شايفين دي بتبقى صدفة اه دايرة كاملة زي ما انتو شايفين دي كده مكسورة نصين فانا كل اللي انا محتاج اعمله دي فرافيت نازلة من الصدفة زي ما انتو شايفين كل انا محتاج اعمله اني هستخدم بس النص ده غالبا يعني الرلي ده انا بلما بفكه بالشكل ده بلاقيه جزء من الصدفة دي سليم اه فبس تخدم الجزء ده تاني هو اشغل الرلي تاني زي ما كان بيشتغل مفيش اي مشكلة بركب الاجزاء دي في مكانها زي ما كانت وبركب ارجع اركب الصدفة انا كل اللي محتاج اعمله اني اوصل ما بين الطرف ده والطرف ده بالصدفة هحط الصدفة ببساطة كده براها انا كده ركبت الصدفة بقت سابتة تماما بين الطرفين وتأكد زي ما قلنا ان هي الصدفة كده بقت اه موصلة ما بين الطرف ده والطرف ده وبعد كده بقفل على الرلي بقى بلاقيه قفل معي وبستخدمه بيشتغل تاني او بيشغل المطور بيقومه ما فيش اي مشكلة خالص طبعا الرلي ده او مشكلة الرلي دي بتخلي المطور يتوقف على العمل اه تماما لان زي ما قلنا هو اه قصة الدفع اللي في البداية دي بتبقى خلاص مش موجودة وده دور الرلي الرئيسي علشان كده بلاقي انه دايما الناس ديشتكي لو المطور واقف بسبب الرلي انه الرلي بيعمل تكة او المطور بيعمل تكة ومش قادر يقوم المطور بيسخم بشكل كبير جدا يعني بنحط ايدين عليه ما بنتحملش درجة الحرارة بتاعته لانه بيفضل يحاول يقوم ومش قادر بقى بيسخم بشكل كبير جدا ده اه كان الفيديو بتاعه النهاردة ياريت اللي شايف الفيديو عمل لك اشترك في القناة ولا فقيت عليها واي استفسار كلمون في التعليقات وحال رد عليكم شكرا السلام عليكم اشتركوا في القناة